مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية عقد المستشار أحمد بن داري مدير الجهد التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات تناول المؤتمر الصحفي كافة تفاصيل الفنية واللوجستية اللازمة لعملية الاقتراع وأوضح المستشار بن داري أنه تم تجهيز اللجان وكافة اللوجستيات وذلك بحسب الضوابط بما يتيح للمواطن الإدلاء بصوته بسهولة ويسر بالفعل تم تهيئة كافة المقارات اللجان الفرعية وتم تجهيزها ووصول كافة اللوجستيات المتعلقة من سواتر وسندي اقتراع وتم معاينتها وفقا للضوابط اللي تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتيح للمواطن أن يباشر حقه السياسي في مباشر حقه السياسية بسهولة ويسر وتم اختيار مقارات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الأعاقة تم وضع الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع ودي أول مرة نعملها بشأن زوي الأعاقة السماعية تم وضع بسترات خاصة بزوي الأعاقة السماعية وتم برضو تأعداد بطاقة برايل وتم استخدامها في خارج جمهورية مصر العربية وقتت سمار جيدة وتم تجهيز كافة اللجان الفرعية بكروت برايل لتمكين زوي الأعاقة البصرية لمباشرة حقوم السياسية مباشرة دون مساعدة وأن الأصل العام كان وفقا للقانون يتيح زوي الأعاقة البصرية لاستعانا برئيس اللجنة الفرعية ترجمة نانسي قنقر